اشتركوا في القناة ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا وتفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأفاضل درسنا في هذه الليلة المباركة ليلة الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان عام ألفٍ وأربعمائة وأربعين سيكون بإذن الله تعالى عن أثر التداوي على الصيام نظراً لقرب دخول شهر رمضان المبارك التداوي مما تعمُّ به البلوى بين الناس ويكثر عنه السؤال في شهر رمضان المبارك فالكثير يسأل تناولت الدواء الفلاني أو وضعت الدواء الفلاني فهل هذا يؤثر في الصوم وهناك أصولٌ للمفطرات في الصيام هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى سنرجع بقية المفطرات إليها فأصول المفطرات المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله ثلاثة هي الأكل والشرب والجماع وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم فهذه هي التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أنها تفطر فالأكل والشرب والجماع والحجامة على خلافٍ فيها بين العلماء فقد جاء بين العلماء خلافٌ قوي في الحجامة هل تؤثر على الصوم أو لا تؤثر لأنه قد ثبت فيها حديثان صحيحان متعارضان بقية المفطرات بقية المفطرات يلحقها العلماء بالأكل والشرب بالأكل والشرب وهذا ما سنعرضه بإذن الله تعالى في حكم الأدوية المفطرة المنافذ إلى التي في الإنسان عدة منافذ طبيعية وغير طبيعية فمنفذٌ هو الفم وهذا متفقٌ عليه بين العلماء أنه طريق للأكل والشرب والبقية التي في الرأس غير الفم إنما هي طريقٌ إلى الوصول إلى الفم كما ذكره بعض العلماء فعندنا في الرأس المنفذ الرئيسي للطعام والشراب هو الفم وذكر العلماء أن هناك منافذ أخرى موصلة وتصل إلى الفم ثم أو إلى الحلق ثم يسير النازل منها إلى المعدة والدماغ والجوف وهي العين والأذن والأنف أما الأنف فقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه لقيط بن صابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فالعلماء يستدلون بهذا على أن الأنف منفذ إلى الجوف وأن ما يدخل منه يفطر أن ما يدخل منه يفطر فهذه المنافذ التي في الرأس يقول العلماء أنها تصل إلى الجوف وكل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر ثم اختلفوا في المراد بالجوف هل هو المعدة فقط الجوف فما يصل إلى المعدة يفطر كالأكل والشرب أم أن كل ما وصل إلى جوف الإنسان يفطر فالدماغ يعتبرونه جوف وأن ما يصل إلى الدماغ ولو لم يصل إلى المعدة أنه يفطر والرئتين أو الصدر هذا جوف وكذلك البطن جوف فكل ما وصل إلى هذه الأشياء المجوفة فإنه يفطر عند بعض العلماء من المنافذ التي تدخل إلى الجوف فتحة الدبر هذه تؤدي إلى الجوف فبعض العلماء على أن ما دخل من فتحة الدبر فهو أيضا من المفطرات وكذلك فرج المرأة يصل إلى جوف وهو الرحم فقالوا إنما دخل من فرج المرأة إلى الرحم فإنه يفطر لأنه جوف وكذلك إحليل الرجل الذكر وينتهي بالمثانة ويستمر إلى الكريتين فهذا أيضا جوف هذا جوف ومن ذلك العلماء اختلفوا في دخول الأدوية من هذه المنافذ وكذلك الوريد الوريد أيضا الذي يجري فيه الدم أيضا يعتبرونه جوفا فهل ما دخل فيه يفطر أو لا يفطر هذا فيه خلاف كبير بين العلماء هذه هي المنافذ هناك أشياء تدخل إلى الجسم لكن من غير هذه المنافذ من غير هذه المنافذ فمثلا البشرة إذا ادهن الإنسان فإن الجسم يمتص هذه الأدوية يمتص هذه الأدوية هذه المراهم هذه الدهانات يمتصها الجسم فهل هذه أيضا تفطر أو لا تفطر خروج الدم بالفصل والشرط والتبرع هل هذا أيضا يفطر أو لا يفطر هذه الأشياء عمت بها البلوة وكثرت وخصوصا مع تطور الطب الحديث مع تطور الطب الحديث أصبح هاجس الإنسان دائما حينما يريد أن يتداوى هو هل هذا الشيء الذي يعمله يفطر أو لا يفطر بداية نقول أنه يجدر بالمسلم أن يحتاط لصومه وإذا كان له مندوحة عن استعمال هذه الأدوية كلها كلها سواء كانت خارجية أو داخلية من الفم من العين تقطير بالعين تقطير بالأذن في الدبر في الإحليل في فرج المرأة إذا كان له مندوحة عن هذه الأشياء وكان بإمكانه أن يؤخرها إلى الليل فهو أحوط فهو أحوط ويستبرع الإنسان لدينه يستبرع لإنسان دينه ويخرج من عبادته يخرج من عبادته على يقين أنه لم يتناول هذه الأشياء والحمد لله بإمكان بعض المرضى لا أقول كل المرضى أن يقلب هاء التداوي في الليل دون النهار سوف نتناول بعض الأدوية التي قد يكون الإنسان مضطرا لاستعمالها في النهار في النهار فإذا اضطر الإنسان مثلا إلى التقطير في عينه أو التقطير في أذنه أو التقطير في أنفه أو اضطر إلى أن يدخل دواء من فتحة الشرج أو اضطر أيضا إلى الحجامة أو الفصد أو الشرط أو التبرع بالدم أو أخذ عينة للتحاليل وكذلك اضطر إلى أن يأخذ من الأدوية الحقن بأنواعها الحقن بأنواعها وكذلك اضطر أن يستعمل البخاخ بخاخ الربو أو اضطر للغسيل الكلوي أو اضطر إلى عمل مناظير طبية في فترة النهار في فترة النهار هذه إذا اضطر الإنسان إلى عملها هل تفطر أو لا تفطر العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في استعمال هذه الأدوية على قولين القول الأول أن هذه الأدوية إذا دخلت إلى الجوف فإنها تفطر على اختلاف طبعا في بعض الجزئيات كما جاء كما يعني اختلف العلماء في العبر أو الحقن هل يتفطر أو لا تفطر ففرقوا بين العبر المغذية وغير المغذية سنأتي إن شاء الله إذا اتسع الوقت عن الكلام على هذه الأشياء فمثلا الإنسان أراد أن يقطر في عينه مضطرا في نهار رمضان إما أن يقطر للفحص أو يقطر للتداوي لكون القطرة أو سطلي الطبيب مثلا أن يقطر مثلا عشرين مرة في اليوم كل ساعة فهذا سيأخذ النهار ويأخذ الليل يعني لن يتمكن من استفاء العشرين قطرة كل ساعة إلا بأخذ أكثر النهار كله وأكثر الليل ولا يبقى منه إلا أربع ساعات أو أقل فهل هذه القطرة تفطر أو لا أحد قول العلماء في هذه المسألة أن العين منفذ إلى الحلق إلى الحلق وأن الإنسان إذا قطر في عينه فأحس مرارتها في حلقه فإنه يفطر لأن بعض العلماء قال إن أقصى ما يوصل الإنسان الماء أو الدواء هو الحلق وهو مخرج الحاء والخاء فإن تجاوز هذا المكان أفطر به وإن لم يتجاوزه فإنه لا يفطر به لأننا الآن نتمضمض للوضوء لكن لا نوصل الماء إلى البلعوم هناك الإنسان يدير الماء في فمه ثم يمجه فجعل العلماء أقصى مكان لا يفطر هو البلعوم الحلق وما تجاوزه فإنما وصل إليه يفطر فقالوا إنه إذا قطر في عينه وأحس مرارتها في حلقه فإنه يفطر القول الثاني من أقوال العلم وهو الصحيح أن القطرة في العين لا تؤثر في الصيام لأنه قد ثبت طبيا أن العين ليست منفذا إلى الحلق وما يحس الإنسان من المرارة إنما هو في بعض المحلول يكون يؤثر على الأغشية التي تؤثر على الذوق فيحس هذه المرارة وإلا فإنه لا يمكن أن ينزل من العين شيء إلى الحلق حتى لو قلنا أنه ينزل شيء من هذه القطرة فيقول الأطباء إن القطرة الواحدة في العين تساوي جزءا النقطة الواحدة تساوي جزءا من 75 جزءا من الملعقة الصغيرة الملعقة الصغيرة يقول الله طبان أنها 5 ملي وهذه النقطة تساوي جزءا من 75 جزءا من هذه الملعقة التي تساوي 5 ملي فيقول العلماء الذين يقولون نالت فطر قالوا لو سلمنا أن هذه منفذ إلى الحلق العين منفذ إلى الحلق وكلام الأطباء يقولون إنه ليس بمنفذ لكن لو سلمنا أنه منفذ فهذه النقطة التي تساوي جزءا من 75 جزءا ستستقر بالعين عند القناة الدمعية وسيخرج أغلبها خارج العين وبعضه تمتصه العين وأعصاب العين ولا يذهب منه بقدر ما يذهب من الماء عند المضمضة في الوضوء أنت الآن تتمضمض بالماء ثم تمجه ليس عليك أن تخرج كل ما في فمك وسيبقى من الماء بعض الأجزاء اللطيفة التي لو جمعت لفاقة القطرة التي قطرت في العين فالفقه القائلون بأنها لا تفطر قالوا أنها حتى لو وصلت إلى الفم فإنها ليست بأكثر أو وصل جزء منها إلى الفم فهي ليست بأكثر من ما تبقى من الماء في الفم فعند فعند ذلك نقول إن القول الصحيح والراجح من قوال أهل العلم أن القطرة في العين لا تفطر ومع ذلك نؤكد على ما قلته في أول الدرس أن الإنسان يحتاط لدينه فإذا أمكنه أن لا يقطر في عينه في نهار رمضان فهو الأولى إن اضطر إلى ذلك فيقطر ولا أثر لهذا في أصح أقوال العلماء في أصح أقوال العلماء لأن العين أولا ليست منفذا للحلق ولا إلى الجوف وحتى لو قلنا مع أن الأطب لا يوافقون على ذلك حتى لو قلنا أنها تنفذ إلى الحلق فإن هذه القطرة يسيرة جدا 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 بالنسبة إلى ما يتبقى من ماء الوضوء من ماء المضمضة إذا تمضمضت فإنها لا تساوي هذه النقطة التي قد استهلك أغلبها في العين لا تساوي شيئا بالنسبة لما تبقى في الفم المنفذ الثاني التقطير في الأذن التقطير في الأذن بعض العلماء اعتبروا أن هذا أيضا منفذ إلى الجوف منفذ إلى الجوف وإلى أي جوف كان سواء كان معده أو إلى الدماغ أو نحو ذلك فإذا قطر الإنسان فإن هذا سيدخل للجوف سيدخل إلى الجوف وما دخل إلى الجوف فإنه يفطر فإنه يفطر فقالوا إنه يفطر بعض العلماء القول الثاني من أقوالها العلم أن القطرة في الأذن أيضا كما قلنا في القطرة في العين في القطرة في العين وإنها وإن كانت تصل إلى الحلق لأن الأذن والحلق مشتركان في منفذ بينهما إلا أنه هذه القطرة وهذا الدهون الذي تدهن به الأذن لا يعني ينصرف منه من القطرة إلا شيئا يسيرا لا يساوي ما يتبقى من ماء المضمضة في الغضوء فلذلك هذه حجة من قال إن أيضا التقطير في الأذن لا يفطر وأيضا إذا كان للإنسان مندوحة عن التقطير في الأذن والعين في نهار رمضان فهذا أولى حتى يخرج من صيامه بيقين أما معالجة الأنف معالجة الأنف فالأنف منفذ الأنف منفذ ليس كالعين ولا كالأذن والرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبر رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لماذا قال له ذلك لأن الأنف منفذ إلى المعدة منفذ إلى المعدة فقد يدخل بعض الماء عبر الأنف ولو لم يكن مفطرا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة معنى هذا أنه إذا كان صائما فقد وإن كان هذا الأمر ظنيا إلا أن الإنسان برضو يحتاط يحتاط طبعا المبالغة في الاستنشاق سنة لكن إذا كان الإنسان صائم لا يبالغ لألا يعرض صومه للفساد يعرض صومه للفساد فهذا في الاستنشاق وألحق به العلماء كل ما يقطر في الأنف وكل ما يدخل عن طريق الأنف والأنف أحيانا يوضع فيه أنبوب يدخل الأنبوب في الطب الحديث يدخلون الأنبوب حتى يصلونه يوصلونه إلى المعدة فيغذون هذا المريض عن طريقه فهذا الأنبوب الداخل بعض العلماء يقول أن نفس الأنبوب هذا يفطر أنه يفطر لأنه سيدخل إلى الجوف إنه سيدخل إلى الجوف والقول الثاني أنه مجرد الأنبوب هذا لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في حكم الأكل والشرب حتى لو وضع عليه بعض الكريم أو الدهون حتى يسهل دخولهم من الأنف إلى المعدة هذه أيضا أمور يسيرة وليست مثل الأكل والشرب الذي قال الله فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله سبحانه وتعالى أباح لنا الأكل والشرب في الليل حتى يطلع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهذا ليس لا في حكم الأكل ولا الشرب لكن لو أنه أدخل الطعام مع هذا الأنبو واستقر في المعدة فإنه في هذه في هذه الحالة يكون أكلا وشربا وهو الذي نهانا عنه الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل إن هذا المريض قد يحتاج إلى هذا طول رمضان المبارك دائما يحتاج أنه يدخلون هذا الطعام من أنفه من أنفه فنقول هذا حكمه كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وذكر الله سبحانه وتعالى في آية البقرة حينما ذكر إن الإنسان قد يحتاج إلى الفطر لكبر أو مرض أو مرض لا يرجى برؤه ذكر الله سبحانه وتعالى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا الدين دين يسر وسهولة الله سبحانه وتعالى رفع الحرج ورفع المشقة عن عباده والله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا دين اليسر ودين السهولة هذا المريض إذا كان مريض مرضا يرجى برؤه بمعنى أنه أصيب بهذا المرض في رمضان كله أو بعضه فنقول الله سبحانه وتعالى يريد من اليسر ولا يريد من العسر وقال فعدة من أيام أخر إن كنت مسافر أو كنت مريض ويشق عليك الصيام أو قال الطبيب إن هذا الصيام إذا صمت أنه يضرك فنقول للطبيب هل هذا المرض يرجى برؤه والشفاء منه أم أنه سيبقى هذا المريض هكذا حتى يموت فإن قال إنه يرجى برؤه بإذن الله تعالى فنقول له أفطر وقضي بعد أن يشفيك الله تقضي بعد أن يشفيك الله لقوله تعالى فعدة من أيام أخر يعني تقضيها بعد رمضان تقضيها بعد رمضان سواء كان رمضان كاملا أو أيام من رمضان خمسة أيام عشرة أيام خمسة عشر يوما ثم شفاك الله تقضيها من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذا يفطر ولا شيء عليه ولا يلحقه إثم في ذلك لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين وإن زاد فهو خير له لقولي تعالى وأن تصدقوا خير لكم هذا إذا كان لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه قضاء لا يلزمه قضاء شيخ كبير يلحقه مشقة مسن يعني طاعن في السن أو امرأة طاعنة في السن ويلحقها مشقة في من الصيام فإن في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين لا يلزمها الصوم ولا يلزمها القضاء بل تطعم عن كل يوم مسكين أو مريض نسأل الله سلامة والعافية مريض مرضا لا يرجى برؤه ويقول الطبيب أن هذا يضره الصوم فلا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين نرجع إلى المنافذ فإذن الأنف منفذ إلى الجوفي ومنفذ إلى المعدة إن راء ذهب مع القصبات الهوائية فهو إلى الرئتين وإن ذهب الدواء إلى المعدة فإنه أيضا يعتبر منفذ كالأكل والشرب هذا المنفذ الثالث من المنافذ العين والأذن والأنف وقلنا أن الفم هو المنفذ الرئيسي إلى الجوف هناك منافذ أخرى فتحة الدر الدبر أو فتحة الشرج هذه منفذ وتتصل بالأمعاء التي تتصل بالمعدة هذه أيضا اختلف العلماء في الدواء الذي يدخل الدواء أو غير الدواء الذي يدخل من فتحة الشرج هل يعتبر مفطرا أو لا يعتبر مفطرا فبعض العلماء يقول إن ما دخل من فتحة الشرج فهو داخل إلى الجوف فإنه يفطر فإنه يفطر وبعض العلماء قال إذا كان جامدا واستقر يعني لم يخرج فإنه يفطر وإن كان جامد وخرج مثلا من أدخل فتيل لا يتحلل فإنه إن استقر في المستقيم فإنه في هذه الحالة يعتبر مفطرا وإن خرج فإنه لا يعتبر مفطرا بعض العلماء قالوا إن كان جامدا وتحلل في الداخل فإنه مفطر أو كان محلولا فإنه أيضا يفطر وفي هذا تأتي الحقنة الشرجية التي يحتقنه بها الإنسان لأخراج بعض الفضلات هذه بعض العلماء يعتبرها مفطرة والبعض الآخر يقولون أن هذه ليست مغذية والممنوع الشيء المغذي وهذه ليست مغذية إنما هي لتنظيف الأمعاء والمستقيم وإخراج الفضلات الزائدة منها فهؤلاء يعتبرون التغذية وعدم التغذية فكل شيء مغذي فإنه يفطر والشيء الذي لا يغذي فإنه لا يفطر الذين قالوا بالتفطير قالوا أي شيء سواء كان مغذي أو غير مغذي متى دخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرة والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ما يدخل من فتحة الدبر كالتحاميل طبعا غير المغذية غير المغذية إذا كانت مغذية ومعنى قوله مغذية قال العلماء أنها تكفي الإنسان عن الأكل والشرب تكفي الإنسان عن الأكل والشرب بمعنى أنهم إذا أدخلوا تحميله أو أدخلوا إبرة دواء في الوريد وكان يعني يكفي عن الأكل والشرب يوم يومين ثلاثة أيام لأن هناك من المحاليل ما ما يوضع في وريد الإنسان ويجلس الإنسان يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام ما يحتاج إلى الأكل والشرب هذا معنى قولنا مغذية فما دخل من فتح الدبر إن كان يغذي فهو مفطر وإن لم يكن مغذي إنما فقط لتسكين ألم أو دواء موضع أو نحو ذلك أو تليين أو ما شابه ذلك فإنه لا يفطر الفتحة التي أيضا من غير الفم والأنف التي اختلف العلماء فيها فتحة فرج المرأة فبعض العلماء يقول أن ما دخل من فرج المرأة فإنه داخل إلى الجوف سواء كان مغذي أو غير مغذي فإنه في هذه الحالة تفطر المرأة في ذلك والقول الثاني من أقوالها للعلم أن ما دخل من الفرج مثل ما دخل من الدبر لأنه خصوصا إذا لم يكن فيه يعني شيء يغذي الجسم ويكفي عن الطعام والشراب ويكفي عن الطعام والشراب عندنا الآن أيضا الدهونات الخارجية التي يدهن بها الإنسان للتداوي للتداوي فيه ألم في عضلاته في جسمه فدهن في موضع خارج دهان موضعي لم يدخل لا من أنف ولا من فم ولا من دبر ولا من فرج امرأة هذه يقول العلماء أنها لا أثر لها على الصيام فيدهن الإنسان ولو حتى امتصه الجسم لأن الامتصاص هذا ليس منفذا إلى جوف ليس منفذا إلى جوف فلا يؤثر إذا دهن الإنسان بشرته أو وضع بعض اللزقات بعض اللزقات على موضع ألم أو نحو ذلك ولو كان في هذه اللزقة دواء أو نحو ذلك يسكن هذا الألم أو يعالجه أو يعالجه فإنه إذا كان على البشرة من الخارج فإنه لا يؤثر من الأدوية التي أيضا يستعملها الإنسان الحقن الحقن الطبية ليس الحقن الحقنة التي ذكرنا أنها الحقنة الشرجية التي تعطى من الدبر لا حقن طبية هذه على نوعين على نوعين النوع الأول علاجية فيها بعض الأدوية التي تعالج المكان المصاب طبعا تسري في الدم أو تسري مع العضل في الشعيرات الدموية فتعالج ولكنها لا تكفي عن الأكل والشرب فالعلماء في ذلك قسموا هذه الحقن إلى قسمين قالوا أما الحقن المغذية وهي التي ينزل معها محلول سواء كان قليلا أو كثيرا وتغذي الإنسان مثل المحلول الذي يضعونه على المريض أو أول ما عنده نقص سوائل أو نحو ذلك فيضعون محلولا طبعا فيه كمية كبيرة من الماء وفيه بعض الأملاح ونحو ذلك ويضعونها في الوريد يضعونها في الوريد بمعنى أنها تختلط بالدم فتعوض الإنسان عن النقص المفقود من السوائل أو من المواد ونحو ذلك فهذه يعتبرها العلماء أنها مفطرة هذه تفطر إذا احتقن الإنسان بمحلول يغنيه عن الأكل والشرب فإنه يفطر في ذلك أما الحقن العلاجية التي فيها مضادات حيوية للعلاج فقط وليس لتعويض الفاقد من الجسم فهذه يقول العلماء أنها لا أثر لها على الصوم هذا بالنسبة للإبر بقينا أيضا في الإنسان قد يحتاج إلى المناظير الطبية فهل يجوز له أن يعمل منظار منظار وهو الجهاز الذي يدخله الطبيب من الفم إلى المعدة أو إلى المريء أو من الدبر يدخله إلى الأمعاء لينظر يعني عن طبيعة أو يقف على طبيعة المرض هذا المنظار يقول العلماء أنه هذا القول الأول أنه لا يؤثر في الصوم لأنه ليس من قبيل الأكل والشرب حتى لو دهنه الطبيب هذا المنظار ببعض الدهانات المزلقة التي حتى يعبر وكذلك القصطرة أو القصطرة القلبية التي تفتح السدد التي تفتح السدد في الشرايين أو في الأوردة أو نحو ذلك كل هذه تجري وليس لها حكم الأكل الشرب ولو كانت حتى فيها بعض الدهونات لأن هذه الدهونات يسيرة وهي أيضا لا يقصد بها الغذاء وليست أكلا ولا شرب فهذه بعض العلماء يقول الذين قالوا أنه ليس كل ما يدخل إلى الجوف يفطر الذين قالوا القول العلماء أن هذه لا تفطر لأنها ليست في أكلا ولا شربا ولا في حكم الأكل والشرب ولا في حكم الأكل والشرب فالقول الثاني لبعض العلماء أن هذه دخلت من منفذ إلى الجوف وأي جوف كان يدخل إليه أكل أو شرب أو أي شيء كان فإنه يفطر لكن الصحيح أن المناظير الطبية إذا احتاج الإنسان إليها في نهار رمضان فإنها لا تفطر مع تأكيدنا على القول إنه إذا كان بالإمكان تأخير هذه الأشياء سواء الحقن الإبر التي لا تغذي أو يعني التحاميل والمناظير الطبية التي تدخل إلى الشرايين فهذه إذا كان بالإمكان تأخيرها إلى الليل فهو أولى حتى أيضا كما قلنا يخرج الإنسان من صومه بيقين أنه لم يؤثر ولم يخدشه شيء ولو كان بعض العلماء يقولوا بأن هذه لا تفطر فنحن احتياطا نبتعد عنها في نهار رمضان إذا اضطررنا فالحمد لله على قول ما يقول إنها لا تفطر فليس عليك قضاء وعلى قول من يقول أنها تفطر فهو يوم واحد يوم واحد تقضي ذلك اليوم فأنت على حسب حالي من يفتيك من العلماء إن قال إنها لا تفطر فالحمد لله الحمد لله وقوله له وجاهة ويسنده الدليل ونحن قلنا أن المفطرات التي أصول المفطرات في الشريعة ثلاثة أشياء أكل وشرب وجماع وما عداها فلا يفطر حتى إن ابن حزم الظاهري وقف عند هذه الثلاثة الأشياء فقط وقال هذه الأشياء هي التي تفطر وما عداها مما يدخل إلى الجسم فإنه لا يفطر أبدا الأكل والشرب والجماع هذه التي وردت في كتاب الله هذه التي تفطر وما عداها فإنه لا يفطر فنحن نقول بحسب الحالي أو قوله من يفتيك فإن أفتاك بالفطر وأنها تفطر فأنت أيضا تحتاط لدينك وتقضي ذلك هذا اليوم وإن أفتاك المفتي بأن هذا لا يفطر فهو قول قوي وقول وجيه ويعني هو أصح الأقوال أن أنه لا يفطر إلا الشيء الذي يقوم مقام الأكل والشرب وأما ما لا يقوم مقام الأكل والشرب فإنه لا يفطر بقي معنا الغسيل الكلوي وهذا يعني نسأل الله السلام والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا ويشفي المريض بهذا المرض هذا المرض يحتاج إلى من عنده فشل كلوي يحتاج إلى غسيل قد يكون ثلاث مرات في الأسبوع بحسب نوع الغسيل قد يكون ثلاث مرات في الأسبوع كل يوم أربع إلى ثلاث ساعات هذا أيضا نقول إذا كان بالإمكان أن تعمل الغسيل في الليل فهذا الحمد لله تحفظ صيامك وعمل الغسيل لأنها ثلاثة أيام في الأسبوع كل كل ليلة تغسل ثلاث ساعات أو أربع ساعات فهذا له مندوحة عن الغسيل في في نهار رمضان وأما الغسيل من النوع الثاني هذا يقولون يلزم أنه يغسل كل يوم قرابة تسع ساعات يغسل كل يوم قرابة تسع ساعات والغسيل الكلوي على نوعين غسيل دموي يسمي لطباء غسيل الدموي وغسيل البروتوني هذا له طريقة وهذا له طريقة الغسيل الدموي يشركون بين وريد وشريان الوريد هو الذي يضخ القلب الدم منه ويوزعه على الشرائين فالذي يجري في الشرائين هو الذي يحتاج إلى الغسيل هو الذي يحتاج إلى الغسيل أما الذي يجري في الوريد فهذا ناتج من القلب والقلب قد صفاه وأخرجه لكن الشرائين هذه تذهب بالدم إلى الكلة ثم يصف في الكلة يصف في الكلة ثم يعود إلى الوريد مرة أخرى ليذهب به إلى القلب ثم يخرجه مرة أخرى هذا هذا الغسيل الدموي إذا احتاج إلى غسيل فماذا يعملون يشركون بين وريد وشريان تخرج يخرج منها أمبوباني ثم تتفق بأمبوب واحد وتذهب إلى مكينة الغسيل تذهب إلى مكينة الغسيل يدخل هذا الدم المستعمل الذي دار في الجسم واكتسب بعض السموم وكانت في الأول تتلقاه الكليتين لكن الكليتين تعطلت فيخرج ويقوم مقام الكلية جهاز كبير يستقبل هذا الدم ثم يمر بفلاتر ومياه للتنقية مخلوطة بأملاح وبعض المواد الطبية ثم هذه السموم تذهب إلى مخزن معين في الكلية الصناعية ثم والدم النظيف يرجع مرة ثانية إلى في طريقه إلى الوريد وليس إلى الشريان ثم الوريد سيوزعه على الشرين وهكذا سيوزعه هذه طريقة الغسيل الدموي الذي قلنا أنه يلزم في حدود مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع كل مرة من ثلاث إلى أربع ساعات أما الغسيل الثاني فيقوم المريض أو الطبيب بوضع فتحه تحت سرة المريض ثم يفرقون يفرقون بها من عن طريق هذا الأنبوب سائل في الصفاق أسفل البطن هذا الماء وهو يستعمل يقولون وقت النوم إذا أرد الإنسان أن ينام يوضع هذا المحلول يوضع هذا المحلول في بطنه هذا وظيفة المحلول أنه سيسحب السموم والأشياء التي تقوم بها الكلية في العادة هو سيسحبها إلى من الشعيرات الدموية إلى هذا المحلول ثم يقوم الطبيب أو المريض بنفسه فيفرغ هذا المحلول يفرغ هذا المحلول خارجاً ثم في الوقت الثاني سيضيف محلولاً آخر هل هذا يؤثر على الصيام هل هذا يؤثر على الصيام هذا يعني يتوقف على بالنسبة للدموي يتوقف على الحجامة وهل الحجامة وهو خراج الدم إلى من خارج إلى خارج الجسم هل نقيس هذا الغسيل الدموي على الحجامة لأننا سنخرج الدم خارجاً ثم يرجع إلى الجسم أو لا طبعاً الحجامة ورد كما قلنا فيها حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض والعلماء الذين قالوا إن الحجامة مفطرة استدلوا بحديث صحيح والذين قالوا إن الحجامة لا تفطر استدلوا أيضاً بحديث صحيح وكان موقفهم من هذين الحديثين الصحيحين إما بالجمع بين الحديثين أو يعني تقوية أحدهما على الآخر أو القول بأن أحدهما ناسخ للآخر والعلماء حينما قالوا ناسخ للآخر الذين يقولون بأنه يفطر يقولون إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم والذين قالوا إن حديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصائم قالوا إنه ناسخ لحديث لحديث أفطر الحاجم والمحجوم الأمر الرابع أن العلماء بعضهم قالوا إذا تعارض الحديثان ولا يمكن جمع بينهم ولا يمكن نسقعدهم من الآخر فإنهما يتساقط ولا يمكن الاستدلال بأحدهما عن الآخر فالحاصل أن هناك قولان قويان جدا وكل واحد دليله صحيح بين العلماء القول الأول أن الحجامة لا تفطر وهذا قال به طائفة من العلماء وعندهم الدليل الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم فإذا من قال إن الحجامة لا تفطر يقول إن الغسيل الدموي هذا لا يفطر لأنه مجرد تطويل للدورة الدموية هو يخرج بأنبوب ولا يخرج للهواء ولا يخرج خارجا يخرج بأنبوب إلى جهاز الغسيل ثم يرجع مرة أخرى فكأنه يعني الدورة الدموية طولناها قليلا بهذا الأنبوب وهي ترجع يبقى الحقيقة المحذور في أن هذا الغسيل الدموي أنه يضاف إليه بعض المحاليل الطبية ولكن الطباء يقولون إن هذه المحاليل الطبية هي محاليل يسيرة ولا تؤثر يعني في الدم إنما هي تعويضية مثل يعني ليست مكان الغذاء والشرب إنما هي محاليل طبية تعيد الدم كالدواء كما قلنا في الإبر العلاجية تعيد الدم إلى وضعه الطبيعي فبناء على ذلك وعلى قول من يقول إن الحجامة لا تفطر فإنه في هذه الحالة يقول إن الغسيل الدموي هذا لا يفطر ومن قال إن الحجامة تفطر وهو إخراج للدم فإنه يقال إن المريض وإذا غسل الكلا بالجهاز فإنه في هذه الحالة يعتبر مفطرا يعتبر مفطرا ولا يصح صيامه يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء إذا كان يرجى برؤه فإذا برع يقضيه يقضيه وإذا كان سيستمر معه هذا الغسيل وحتى يموت ولا يستطيع أنه يقضي هذا اليوم يقضي هذه الأيام ونحو ذلك فإننا نقول إذا كان بإمكانك أن تصوم الأيام التي لا تغسل فيها فصومها والأيام التي تغسل فيها هذه إذا كان سيبقى معك عدم إمكان الصيام وأنه سيشق عليك فالله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأعطانا والله الحمد الشيء الذي يبرئ الذمة وهو أن تتصدق عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها مسكينة تتصدق على مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من غيره فهذا الغسيل الدموي الغسيل البروتوني الذي يقول العلماء أنه يحقن في جوفه هذا برضو يتوقف على أن من قال من العلماء كل داخل إلى الجوف فإنه مفطر فبعض العلماء يقولون نعم هذا الغسيل يفطر لأنه شيء دخل إلى الجوف عن طريق هذا الأنبوب فإنه يفطر ويقضي الإنسان هذا اليوم والعلماء الذين يقولون أن المراد بالجوف المعدة وأن ما يدخل من الدبر ويدخل من الفرج ويدخل من الإحليل فهذا باب أولى أن يكون هذا السائل لا يفطر إذا دخل إلى صفاق الإنسان أو إلى التجويف البطني هذا بالنسبة إلى الغسيل الكلوي هل يفطر أو لا يفطر قلنا أنه على قولين من العلماء من قال أنه يفطر وممكن أننا نلحقه بالحجامة على قول ما يقول إن الحجامة تفطر أو لا تفطر هي على القولين في الحجامة أن تفطر أو تفطر يجري أيضا القول في الغسيل الكلوي الدموي وانظروا إلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا فنحن نرفل بنعم كثيرة لا نعلم عنها شيئا والله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نحن نتمتع بعافية وبصحة وعندنا كنوز في داخل جسمنا الله سبحانه وتعالى لفتنا إليها وفقال جل من قائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسكم أفلا تبصرون دعونا من النعم والعلامات الدالة على عظم الخالق خارج أجسامنا لكن انظر إلى ما في داخل جسمك الأشياء النعم التي لا تحصيها لأنك لا تشعر بها إلا بعد فقدها فأنت إذا فقدت هذا الشيء شعرت بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك انظر إلى ما ذكرناه من عمل الكلية الصناعية ومن عمل هذه الكلية التي لا تجاوز حجم الأصبعين كيف تعمل في جسمك ليلة نهار وتنقي هذه السموم التي في جسمك وتدفعها إلى الخارج عن طريق البول هذه أنت تمشي وتجلس وتقوم وتنام وهذه تشتغل 24 ساعة وأنت لا تعلم هذه نعمة من نعم الله عليك لا تحسها إلا إذا فقدتها أو رأيت غيرك قد فقدها والحكمة القائلة إن الصحة تاج على رؤوس لا صحة لا يراه إلا المرضى المريض بهذا يراك تقوم وتقعد وتأكل وتشرب وتنام وتصح وتمشي وتركض فيقول هذا في نعمة من نعم الله أنا افتقدت هذه النعمة فإذا افتقدتها علمت قدرها إذا افتقدتها علمت قدرها وأننا ما شكرنا الله سبحانه وتعالى حق شكره والله سبحانه وتعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من هذه الصحة من هذه الصحة أنت أيضا تمشي تأكل تتلذذ بهذا الأكل وتدخله ولا تعلم ما يحصل بعد أن ينزل إلى المعدة لا تعلم وتذهب وتجي وتصلي وتصح وتنام وتصح وهذه المعدة وهذه العمعاء في شغل 24 ساعة شيء يطحان وشيء يفرز وشيء يمتص وشيء يقلب هذا إلى إلى غذاء للجسم ومواد تقوي الجسم وهذا يفرز الدم أنتم تعلمون من أين يخرج الدم من أين يخرج الدم هذا الدم ما الذي يصنعه الذي يصنعه المخل لداخل العظام الذي يصنع الدم المخل لداخل العظام وما الذي يغذي هذا المخل في داخل العظام هو الأكل والشر يتحول بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمه يتحول يتحول إلى هذه الأجهزة ليغذيها لتجعلك سليما معافا هذه الأمعاء هذه هذه الريح التي تجري في الأمعاء يعني ما فائدتها الله سبحانه وتعالى جعل هوا يجري في الأمعاء هذا من نعمة الله عليك من نعمة عليك وجعل لهذه الريح مخرجة وجعل لفضلات الطعام مخرجة وجعل لفضلات السوائل مخرجة فضلات السوائل تخرج بالنتح عن طريق العرق ولو استقرت في جسمك فأنت مريض وسيؤدي بك إلى الوفاة وتخرج عن طريق البول وفضلات الطعام تخرج عن طريق الغايط هذه الريح تخرج عن طريق أيضا فتحة الدبر أو تخرج عن طريق التجش كل هذه نعمة الله سبحانه وتعالى هذه الريح ما فائدتها ما فائدتها هذا الهواء في أمعايك يقول العلماء أنها توسع الأمعاء تنفخ الأمعاء حتى يجري الطعام فيها هذه الله سبحانه وتعالى جعلها لو فقدتها لل تسقط أمعاك وما خرج ولا تصرف هذا الطعام فإذا يا أخوان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ونتفكر في خلق أنفسنا أولا في خلق أنفسنا وما ينقصنا انظر إلى البصر نعمة السمع نعمة الشم نعمة الذوق نعمة القلب وضخ الدم يعمل ليلة نهار هذه نعمة من نعم الله هذه لا بد أن نستحضر شكر الله سبحانه وتعالى قائمين قاعدين ولن نحصي هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ترى الإنسان على عربة أنت في نعمة أفضل من هذا أنت تمشي على قدميك وهو يمشي لا يستطيع المشي على قدميك إنسان واقف ويصلي واقفاً وغيره يصلي جالساً أو على كرسي هذا في نعمة أكبر من هذا مع أن هذا الذي فقد هذه النعمة فقد هذه النعمة لا بد أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة غير هذه يذكر يحكى عن بعض السلف أنه مر في في البرية بخيمة وسمع إنسان يذكر الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر فقال هذا الإنسان سأدخل عليه دائماً يذكر الله فقال سأدخل عليه فدخل عليه فإذا هو رجل أعمى مقطوعة يداه ورجلاه قال له يا صاحبي أنت يعني على ماذا يعني تقول الحمد لله والشكر تحمد الله وتثني عليه وتذكره كذا وكذا قال أحمده واشكره أن جعل لي لساناً ذاكرا لساناً ذاكرا بس يكفي هذا إنه أقدرك على النطق وأن تذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه لحظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة